فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء يريد ما سبق ذكره في حديث سماك بن حرب في صحيح مسلم قال سألت جابر بن سمره عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها قال قوله ولا يصلي صلاة هؤلاء إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأمته في جميع أعمال العبادة قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالذات صلوا كما رأيتموني وصلي وصلي تقدم في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخففها مع الإتمام وكان يصلي صلاة متناسبة في قيامها وفي ركوعها وسجودها والجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع ما كان يطيل بعضها ويخفف بعضها كما يفعله بعض المتأخرين وهذا هو الذي أنكره الراوي على هؤلاء بقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء فإن منهم من يطيل إطالة مخالفة لإطالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويزيد في الإطالة ومنهم من يخففها تخفيفا زائدا عن تخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مخلا بالصلاة فهو إذا أطال إطالة كثيرة شق على المعمومين وإذا خفف الصلاة تخفيفا كثيرا فإنه يخل بالصلاة والاعتدال هو الخير يراعي أحوال المعمومين ويراعي إتمام الصلاة وهذا هديه صلى الله عليه وسلم